يا كابتن وليد يا كابتن وليد احنا ماشي في الشوط التاني كان ادقنا افضل كتير وكان فيه روح اللي كانت مفتقدة في الشوط الاول لكن هجمة واحدة في الشوط الاول تعالنا نتكلم على الدفاع هجمة واحدة في الشوط الاول جابت فينا هدف مقدرناش نحافظ على النصر في تلات دقايق انا بكلمكش على نص ساعة انا بكلمك ان احنا جبنا اتنين واحد ويجي فينا جود في الديها 96 يعني فيه خلل ما ده كلام مزبوط مليون في المية حضرتك بتقولي واحدة من السلبيات المهمة جدا جدا اللي اظن ان مستر فيتوريا هيوقف عليها بالفيديو وهيقضح حالات كتير قوي هيقلم المرات القليلة جدا جدا اللي يدخل في منتخب مصر ستة اهداف في المجموعات يعني ستة اهداف في تلات مباراة ده رقم كبير جدا لازم يتناقش ويتناقش بشكل موضوعي النقطة اللي حضرتك بتقولي عليها دي مهمة جدا اه صحيح فيه تغييرات كلها هجومية الملعب فيه مصطفى محمد وكهربا وتريزيجيه ومصطفى فتحي وطبعا الرجل رمى بكل الاوراق الهجومية يعني مقدر شلوم الرجل دلوقتي يعني في قصة دي احنا كنا بنقعد نقول ايه فيتوريا مش عارف يحط الناس في العماكن الصح النهاردة لعب بافضل تشكيل في التلات ماتشاط لكن برغم زيادة العددية في البكات يا كابتن وليد وانت قادرة يعني فيه حاجة فيه خلل في الدفاع واضح جدا فيه خلال في الدفاع باين بس ده يتناقش بقى في التدريبات ويبتدي مستر فيتوريا يقفل المناطق اللي قدام الثمنتاشر فيه بطء شديد بين خط الدفاع اي حد بيختارك هم هندهم سرعات كمان كبيرة جدا